عملت امرأتان من الفلبين خلف أسوار هذا المنزل منزل الملحق العسكري التابع للسفارة السعودية في واشنطن وتقدر قيمة هذا المنزل الواقع في أحد الأحياء الراقية في ضواحي العاصمة واشنطن بما يقارب ثلاثة ملايين دولار وكما نشاهد فإن القطبان الحديدية هي التي تشكل أسوار نوافذه ويقول محققون إن السيدتين تدعيان أن الدبلوماسي السعودي احتجز جوازي سفرهما وأجبرهما على العمل لساعات طويلة دون أن تتقاضي أي مال وكان يدخل غرفتهما ولم يسمح لهما بإغلاقها ويقول المسؤولون إنه لا يوجد أي دليل على أي اعتداء جسدي أو جنسي بحق السيدتين التي نجحتها في التواصل مع السفارة الفلبينية والتي أبلغت بدورها السلطات الأمريكية لذلك فقد تنقل محققون إلى المنزل للاشتباه بوجود قضية للاتجار بالبشر وتقول إحدى الجارات إن الملحق السعودي انتقل مع عائلته إلى المنطقة منذ عامين وحرصت على التأكيد أن جميع قاطني المنزل كانوا لطفاء وأن الحراسة كانت مشددة للغاية وما يمكن أن يزيد من تعقيد الأمور أن الحصانة الدبلوماسية لرجل السياسة السعودي سوف تجعل من محاكمته في حال إدانته أمرا مستحيلا ولكن يمكن لحكومة البلد ذاته أن تمنع الحصانة عن وفودها الدبلوماسية إن رغبت وهذا ما فعلته جورجيا عندما قام أحد دبلوماسيها بالقيادة ثملا مما أدى إلى انتهاء بحادث سيارة وقتل امرأة عام 1997 وبعض الدول الأخرى أعادت وفودها من الخارج ليتجنب المحاكمة وتتحدث الحكومة الأمريكية عن سجل سيء في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمعاملة العمال والموظفين هناك وتشير تقاريرها السنوية الخاصة بتجارة البشر إلى أن العاملين في المملكة العربية السعودية يضطرون إلى العمل لساعات طويلة دون راحة زيادة إلى نقص في الطعام وتهديد مستمر فضلا عن الاعتداء الجسدي بالضرب أو الاعتداء الجنسي بالإضافة إلى تقييد تحركاتهم